تفضل حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فمنح وسامة تكريم للبروفيسور ميخايل بيتروفسكي رئيس هيئة متاحف روسيا ومدير عام متحف الأرمتاج وعضو مجلس أمناء المتحف الوطني بسلطنة عمان تقديرا من لدن جلالته أيده الله لجهوده وإسهاماته طيبة في تعزيز التعاون الثقافي والمتحفي بين المتحف الوطني ومتحف الأرمتاج في سانت بيترسبورغ ولدوره في الترويج الثقافي والحضاري بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية الصديقة سلم الوسامة مع السيد خالد بن إهلال البسعيد وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقبال معاليه له بمكتبه الصباح اليوم بحضور سعادة جمال بن حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني وسعادة القائم بأعمال السفارة روسيا الاتحادية لدى سلطنة عمان